السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا حبيبنا الله أعطيكم ألف عافية في جميع أنحاء المملكة بتعرف ليه؟ لأنه هذا الامتحان أو هذا الفيديو هو متاح للجميع موجود على اليوتيوب كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ بإذن الله اليوم جايين نحل الامتحان التكميلي للورقة الثانية إلا أنه موجود الورقة الأولى والتكميل والنظام يظل بدنا نحلها عشان يعني بتكون كل الامتحانات الوزارية حلولها متاحة بالفيديوهات محلولة ومشروعة لجميع طلاب المملكة وشوف للأمان الحلو بالامتحان الوزاري لما تيجي تحل وصدقني لما نخلص حتحس براحة نفسية كيف يعني أستاذ؟ يعني حتحس أنه دراستك ما راحت ألفاضي لأنه امتحانات الوزارة للأمانة للأمانة؟ امتحانات يعني ولا غلب أسئلة منطقية ما فيه إشي صعب ما فيه إشي غريب كله ضمن المنهاج حرفيا وأنا صدقا يعني بحيي الوزارة على فعلا قدرتها على وضع امتحان فعلا مناسب لجميع الطلبة ولكن الطالب اللي مش دارس بطبل يعني لو أحط لك امتحان مي مي بحلو أخوك اللي يزير وأنت مش فاهم المادة أو مش دارس حطو طبل لكن الطالب الدارس ووضعه تمام صدقني بيجيب ميتين من ميتين بالراحة هو مرتاح نقول بسم الله ونبلش أول أسئلة هي أسئلة ضع دائرة خمس وعشرين ضع دائرة وكلهم بسيطات والله لأ كله بسيط قال تكامل من سالب 1 ل 1 3 وx شو علمي كيف تكامل من سالب 1 إلى 1 3 قوة x لx كيف بتكامل هذا يا جماعة نفسه وبقسم على معامل x1 وبقسم على لن الأساس 3 وبحط من سالب 1 ل 1 الآن شوف كيف تشطب خيارات هتشطب هذا الخير هتشطب هذا الخير ليه لأنه ما في لن الأساس في طلاب هتنسى لن الأساس طالب الدارس قلتلك لا فيه لن الاساسور لانه لن ال اي واحد فهون هذول اشطبهم انت الان محير بين خيارين خنشوف فكر خليك منطق يلا عوض هاي واحد على لن الثلاث برة عوض ثلاثة قوة واحد ناقص ثلاثة قوة سالب واحد اه طيب بدأ شوية التزبيط بنظبط ويساوي واحد على لن الثلاث هسهاي هي عبارة عن ثلاثة ناقص ثلث صح ولا مش غلط صح واحد تسعة ناقص واحد ثمانية عثلاث اذا ثمانية على ثلاثة وفي لن الثلاثة في المقام اذا هاي الاجابة ثمانية عثلاثة لن الثلاثة تمام تمام انشوف اللي بعد تكامل ساين جوا Datenخطي شو تكامل الساين سالب كو ساين بس انتبه الزاوية وبقسم على زائد سي وبقسم على مين على معامل الزاوية شو معامل الزاوية سالب ثلاثة فالسالب مع السالب بروح بيطلع الجواب واحد على ثلاثة كوساين خمسة ناقل ثلاثة اكس زائد يا السلام يا السلام يا السلام طبعا يعني هذا حيتشطب شو هذا شو عامل بالزاوية الزاوية هيها خمسة ناقل ثلاثة طيب هذا برضو حيتشطب لأنه ناس يقسم على المعامل أنت قدامك خيرين هذا الخير برضو حيتشطب لأنه فيه سالب إحنا الإجابة ما فيها سالب إذن الإجابة الصحيحة هي فرع دي تمام يلا تكامل تان تربيع اثنين اكس ناقل سيكن تربيع اثنين اكس الطالب اللي بقعد هون يهبدو حيل مطبارقات أنا باستغرب منك يا جماعة الخير أخذنا متطابق شو مالكو يا جماعة تان تربيع أي مصيبة يساوي سيكن تربيع نفس أي مصيبة ناقص واحد إنجلس سيكن تربيع هون صفتان تربيع لمصيبة ناقص سيكن تربيع نفس لمصيبة شو بيساوي سالب واحد انتبه مش واحد سيكن تربيع ناقص ثان تربيع واحد ثان تربيع ناقص سيكن تربيع سالب واحد إذن هذا التكامل هي لمصيبة اثنين اكس واثنين اكس نفس الزاوية إذن هذا التكامل دايركت يحول لتكامل سالب واحد دي اكس فجوابه سالب اكس زائد سي هاي أسئلة وزارة الله العظيم هايوا بتحان وزارة طمّن 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 طيب هذا مطلق متشعب أفول وانا مخ شابك في المطلق انه بيصير زي المتشعب مش مهم متشعب بده تكامل من صفر لثلاث طيب انا عندي مين نقطة تشعب واحد اها انت بتكامل من صفر الى ثلاث هاي من صفر وهي ثلاث الواحد بالنص في اختلاف قواعد قبل الواحد اقل من واحد شو القاعدة اثنين ناقص ثلاثة اثنين ناقص ثلاثة اكس الكل تربية وبعد الواحد شو القاعدة ثلاثة اكس تربية ناقص اثنين اكس وكلها كثيرات حدود معناته التكامل هذا رح ينقسم لتكامل من صفر الى واحد اف في الاكس دي اكس زائد تكامل من واحد لثلاثة اف في الاكس دي اكس يلا عبّقوا واحد ويساو تكامل من صفر الى واحد هسا Fx من صفر الى واحد شو القاعدة اثنين ناقص ثلاثة اكس لكل تكامل دي اكس زائد تكامل من واحد لثلاثة من واحد لثلاثة شو القاعدة ثلاثة اكس تربيع ناقص اثنين اكس دي اكس امور طيبة صح بإذن الله ويسا يلا شو تكامل هذا خطي مرفوع لقوة دير بالك خطي ايش مرفوع لقوة اذن اثنين ناقص ثلاثة اكس الكل قوة اربعة على اربعة اللي هو الباور الجديدة وبضرب بالمقام بمعامل اكس اللي هو سالب ثلاثة هتنسوها اسمع من اخوك وحاط لك الاجابة عشان انت تطبل هذا الحلو بالوزارة انه يا عمي ما بغلطك بس بحطي لك اجابات انت هتغلط فيها وما انه دخل وانت لهم تلومه يا رجل يا رجل ها ما تعصبونيش طبعا دعوض هنا من صفر الى واحد زائد هاش تكاملها ثلاثة اكس تربية تكاملها اكس تكعيد ناقص اكس تربية وبدأ عوض من واحد الى ثلاثة اللهي الامور طيبة بس خلينا هيك نزبط الامور هسه هذا زبطه سالب واحد عطناش هاي سالب واحد ايش عطناش هاي حطينا سالب واحد عطناش هسه ابدي عوض عوض للواحد اثنين ناقص ثلاث سالب واحد قوة اربعة واحد ناقص اثنين ناقص صفر اثنين قوة اربعة ستاش هاي تعويض الاول تعال هون هسه هنا ثلاثة تكعيب سبعة وعشرين سبعة وعشرين ناقص تسعة طمانطاش ناقص تعويض السفلي واحد ناقص واحد صفر خلص اذا شو الاجابة الاجابة بتطلع سالب عندك واحد ناقص ستاش سالب خمسطاش صح واحد ناقص ستاش سالب خمسطاش عطناش لنكون هابدنا في اشي ثلاثة اكس تربيع اللي هي اكس تكعيب ناقص اكس اوكي اثنين ناقص ثلاثة اه هاي هاي تربيع هاي تربيع انا ااسف فهاي تربيع فهاي بتصير ثلاثة انا ااسف هاي بتصير ثلاثة وهنا بتصير ثلاثة حكوا علي يعني هنا سالب واحد على تسعة انا ااسف لانه هاي تربيع انا مفكرها تكعيب بسيطة انا اللي باهبت قاعد طيب يلا عوض 2 ناقص 3 سالب 1 تكعيب سالب 1 طيب 2 ناقص 0 2 تكعيب كم؟ 8 خلص فتطلع الإجابة سالب 1 سالب 8 سالب 9 طيب ضرب سالب 1 على 91 زائد 18 ناقص 0 18 إذن الإجابة تطلع كم؟ تطلع 19 اللي هو فرعدي تمام يا جماعة أنا آسف انتبهوا طيب سؤال رقم 5 وقلي إذا كان ف برايم هاي ومعطيك ف برايم شو بتساوي؟ بتساوي بتمثل يعني ميل المماس طيب ميل المماس يعني المشتقة لمنحنة ف وكان منح الاقتران يمر بهذه النقطة فإن قاعدة الاقتران بدي كامل واستخدم هاي النقطة لإيجاد مين؟ لإيجاد اللي هو ثابت التكامل في الله بقول له ف الإكس هو تكامل ف برايم مين ف برايم؟ اللي هي إي إكس زائد إي سالب إكس يا السلام بتعرف تكامل إي إكس وإي سالب إكس؟ لا إك طايدة إك طايدك أو اعتزل ما نتواصل هون ما نتواصل هون؟ اتقي الله يا شيخ ها إي إكس شتكامل إي سالب إكس؟ إي سالب إكس على سالب واحد تمام؟ فخلص هاي الإشارة بتصير سالب بدل موجب طيب زائد سي هس عوض بقول لك إف في الصفر تساوي كم؟ سالب واحد إف في الصفر تساوي سالب واحد فماجي بحطونا إي قوة صفر واحد ناقص إي قوة صفر واحد زائد سي تساوي كم؟ سالب واحد إذن قيمة سي بتطلع كم؟ سي تساوي سالب واحد إذن إف في الإكس يساوي اللي هو إي إكس ناقص إي سالب إكس ناقص واحد إي إكس ناقص إي سالب إكس ناقص واحد هاي فرع إيه كويس يلا يتحرك جسين في مسار مستقيم وتعطى سرعته المتجهة بالاقتران هاي ما عطيني مين؟ اقتران السرعة آه هاي اقتران السرعة تمام؟ حيث تي الزمان بثوانة بده إزاحة الجسيم في الفترة هاي إزاحة الجسيم شو قلنا؟ إس النهائي ناقص إس الابتدائي يساوي تكامل من البداية للنهاية من صفر إلى ستة من بداية الفترة هاي هذه الفترة لإقتران السرعة اللي هو 12T ناقص 3T تربيع الله أسئل في منتهى البساطة ويساوي يلا هاتخ نغير لون 12T شو تكاملها؟ 6T تربيع ناقص 3T تربيع اشتكاملها؟ T تكعيب وبدأ عوض من صفر إلى ستة تعويض الستة ستة تربيع 36 في ستة تعطيني آله حاسبة أكيد انت فائت عمتحان أكيد معك آله حاسبة صح؟ ما تناقشني في هذا الإشي فستة ضرب 36 تطلع 216 ناقص 6 تكعيب 216 طيب وتعويض الصفر صفر إذن الإجابة كلها صفر الإزاحة كم صفر أوك طيب تكامل شو ناتج التكامل؟ تعويض جذر تكعيب ما داخله غير خطي هاي أول حالات التعويض اللي واجهتنا في الإكتاب صح؟ ومشتقتها يا بره فبفرض ما داخل الجذر Y X تربيع ناقص X يساوي U أو Y اللي بدك ياه إذن D X تساوي D U عمشتقت اللي فرضت 2 X ناقص 1 يا الله ما أسهله يا الله شو مباشر تكامل هذا مع هذا بروح بس دك تنتبه دك تنتبه لشغلة هذا 1 ناقص 2 X وهاي بتوقع لا بتوقع تتخوتش هاي 2 X ناقص 1 لما أخصر هاي مع هاي الجواب سالب واحد لأنه هاي عكس هاي بالإشارة دير بالك وحط لك الإجابة وحط لك يا سالب عشان أنت إيش عشان أنت حضرتك تطول يلا الجذر التكعيبي لليو ديو فبتطلع تكامل سالب U قوة ثلث ديو وتساوي سالب U قوة اجمع 1 زائب 3 4 3 ضرب المقلوب اللي هو 3 على 4 زائد C رجع الآن يولى أصلها فبطلع الجواب سالب 3 على 4 والجذر التكعيبي صبتشي كلا 3 برة وجوه شو 4 زائد C شو جوه اللي هو X تربيع ناقص X وينه دير بالك هنا الجذر الرابع لا لا هاي تلغى وهاي تلغى هاي تلغى وهاي تلغى لأنه أربعة جوه والثلاثة برة فتح معناته مين ظل موجب ولا سالب لا سالب إذن الجواب إيش فرع C يا السلام يا السلام طيب شو تكامل ساين تربيع ساين 2X وانا عويل أول إيش قلتلكم في هيك حالات حاول وحد الزوايا يعني هاي بتصير تكامل الساين 2X هي عبارة عن اثنين ساين X كوساين X صح ولا لا وعندي ساين تربيع X DX حلو ويسع تكامل يلا أضرب اثنين ساين بساين تربيع بتصير اثنين ساين تكعيب X وفيه عندي الكوساين واضح جدا واضح جدا مين رح أفرض الساين مشتقته كوساين فباجي بحكي اليو تساوي ساين ديو أو دي أكس عفوا تساوي تساوي ديو على مشتقته اللي هي إيش اللي هي كوساين فبصف عندي تكامل اثنين يو تكعيب كوساين دي أكس تساوي ديو على كوساين باي باي صفى عندي تكامل اثنين يو تكعيب ديو ويساويش تكامل اثنين يو تكعيب يا قدع يا قدع وانا مولود بارح اثنين على أربعة يو قوة أربعة زائد سي اثنين على أربعة اللي هي نص واليو تكعيب من اللي فرفته ساين اثن ساين تكعيب اكس زائد سي اثن نص ساين عفوا قوة أربعة انا قوة أربعة استنوا شوي ساين قوة أربعة هاي نص ساين قوة أربعة زائد سي هاي في رعدي تمام في أي مشكلة امورك طيبة والله يا أستاذ امورنا طيبة طيبة جدا ان شاء الله يلا يلا اللي بعده يلا تكامل من واحد لاثنين لن الاكس تربية طيب قلنا لكم مئة ألف مرة اذا في قوة على حشوة اللن مش على اللن على اللي جوه اللن فاقدر ازدتها بره بتسهل عليك كثير فبصير هاذا تكامل من واحد الى اثنين نزلت اثنين صفها لن الاكس ولن الاكس كل العالم يعني أي واحد في الدنيا أسرش تكامل لن اكس بيقول لك أجزاء وبعرف انه اليو هي اللي رح تفرض لن ومشتقتها دي يو هي واحد على اكس دي اكس والدي في ما طبقة مين طبقة دي اكس اذا الفي تكامل دي اكس وايش هو اكس معناته بضرب هاي اب هاي فصفها يلا شو قنو الأجزاء يوفي في اكس لن اكس ناقص تكامل اكس ضرب وعدة اكس دي اكس بيضل دي اكس عرص بيروح ويساوي طبعا اي رح اجع كامله هون بطلع اكس لن اكس ناقص اكس وبدي اعوض فيه من واحد الى اثنين بس ما تنسى طبعا بالله عليكم ما تنسوا فيه اثنين بره فيه اثنين ايش بره فرح حطها هون اي اي رح حط هنا انا مين اثنين اي يعني اثنين واعوض الآن يلا اثنين لن ثنين اي اثنين لن ثنين ناقص اثنين ناقص الآن تعويض السفلة 1 في لن 1 صفر ناقص 1 وناقص بتصير موجب 1 دير بالك ويساوي 2 في 2 لن 2 ناقص 2 زائد 1 ناقص 1 طبعا يعني واضح إنو بدك تدخل زائد 2 جوه طب بتصير 4 لن 2 ناقص 2 4 لن 2 ناقص 2 4 لن 2 ناقص 2 اللي هو فرع مين فرع اه طبعاً يا جماعة الخير بقدر ألعب معك لعبة بقدر أمسك الأربعة هاي وأرفعها قوة لما داخل اللن فبتصير لن 2 قوة 4 يعني لن 16 ناقص 2 كان بيقدر يجيب لكها بهاي الطريقة كان بيقدر يجيب لكها بهاي الطريقة انتبهوا لهاي الأمور ماشي تكامل X في كوسي كنتر بيل X يا السلام يا السلام 100 ألف مرة حلناها خطي كثير حدود خطي مضروب بمثلفي زاويته خطية أجزاء مين الـ X مين الـ U عفواً هو الـ X الـ D U هي D X مين الـ D V المثلفي كوسي كنتر بيل X معناته الـ V اشتكامل هذا سالب كوتان وأنا مولود هالسخ يلا يوفي V ناقص تكامل شايفيني أخوان احنا مش عم بنفكر اتفهمين شو الحلو الوضع أنا مش عم بفكر أنا قاعد بشوفي السؤال بمخي لحاله بتبرمج كيف يحل يعني يعني ما لحد الآن ما يجي سؤال اللي أحك رأسي أقول آه هذا كيف طب لو ما فيه كله بتطلع أجزاء بتطلع تعويض بتطلع تربئ بتطلع بربئ غور طيب أستان ويساوي يلا X في سالب كوتان يعني سالب X كوتان الـ X ناقص تكامل أها ناقص تكامل سالب كوتان طب سالب وسالب شو بتصير موجب طب الكوتان كنا بنعرف تكامله كوتان مش قلنا في الدرس الأول هو عبارة عن كوسين عسين البسط مش تقق مقام يعني هذا بيصير سالب X كوتان الـ X زائد شو تكامل الكوتان ما هو كوسين عسين يعني البسط مش تقق مقام إذن لن الساين زائد إذن سالب X كوتان الـ X أول شي بلغي الموجب هاي إلغي هنا عكس بعض إلغي سالب كوتان زائد أو لن الكوسين لا لن الساين لا لن الساين هاي فرع C تمام يلا سعر رقم 11 وقل لي في سعر رقم 11 إذا كان F الصفر يساوي 5 F الصفر 5 وF الواحد 8 طيب وتكامل من صفر لوحد FxDx تساوي كام 1 فإن قيمة تكامل شوف هاي حكيت حكيت وأنا بشرح بالحزز وبالمكثب وشو قلت لكم قلت لكم إذا إجا تكامل كثير الحدود ضرب F برايم هذا أجزاء كيف أتعمل معاه هاتوا أجزاء المشتقة F برايم دي أكاملها وX كثير الحدود هو U يعني U هو X DU هو DX DV هو F برايم عشان أحكي V هو تكامل F برايم يعني F فبحكي U في V ناقص تكامل V DU فبأجي بقوله ها يساوي X F الـ X ناقص تكامل F الـ X DX F الـ X DX DX طبعا من وين لأ وين هو ما أعطيني من صفر لواحد هو بده قصة من صفر إلى واحد يعني هنا بحعوض من صفر إلى واحد وهنا حدود التكامل من صفر إلى واحد طيب إيش الخطوة الجاي ولا إشي هون بدك تعوض هون بدك تبدل تكامل من صفر لواحد F الـ X كلها هي جاهزة بعطيكها كم واحد وهنا أعوض العلوي واحد F الواحد واحد F الواحد ناقص صفر في F الـ 0 صفر ضرب أي شي صفر خلص بيتروح فصفة F الواحد ناقص هذا قيمته واحد طب كم F الواحد خمسة ثمانية عفوا ناقص واحد طب يطلع الإجابة كم سبعة D يا معتمداً الشكل المجاور الذي يمثل إيه هذا نص حرفي من الكتاب كله نص حرفي والله كله نص حرفي معتمداً الشكل المجاور يمثل منحنا السرعة المتجهة زمن الجزة حركة المحور X في الفترة 0-6 قال إذا بدأ الحركة من X يساوي 0 لما تيصفر يعني هاي كنا عارفين طفل رضيع الآن بيعرفي حلها إنه S الصفر يساوي 10 الموقع الابتدائي أعطيني الموقع الجسم النهائي على الإزاحة على الإزاحة منذكرين S النهائي اللي هو مين؟ 6 ناقص S الابتدائي الصفر هو عبارة عن تكامل من صفر إلى 6 الاقتران السرعة وبأخذ مساحات وفوق المحور وتحت المحور فوق موجب تحت سالف هذا مين؟ هذا على الإزاحة لو طلب المسافة الكلية انتبه تأخذ المساحات بدون إشارات عادي كلهم موجب فهو أنا بدي أحسب مساحة هذا المثل شايفينه؟ هاي هذا مساحته A1 تساوي نص ضرب القائدة 2 والارتفاع 2 هاي فبطلع كم؟ 2 مع نص بتروح إذن الجواب 2 وباجي على مين؟ على شبه المنحرف هذا هاي 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 ارتفاع كارتفاع 2 احنا بنحسب مساحة قاعدة هو سالب 2 بس انه لا تحت مواسسة بعوض سالب هون سالب أحسب مساحة بجموع القائدتين عندي القاعدة الصغيرة والقاعدة الكبيرة أو العلوية والسفلية القاعدة هاي كم؟ من 4 إلى 6 هاي 2 وهاي من 2 إلى 6 4 4 زائد 2 فبطلع الجواب نص مع 2 بتروح بتطلع كم؟ 6 يعطيك ألف عافية إذن شو الإزاحة؟ هم؟ S الستة بدي إياها S الصفر ما أعطيني إياها عشرة يساوي هسا هاي هي عبارة عن A1 و A2 بس A1 فوق المحور بتنزل موجب A2 تحت المحور بتنزل سالب فخلص S الستة تساوي إنقل العشرة الجواب ثاني 2 ناقص 6 سالب 4 زائد عشرة إذن تطلع كم؟ 6 متر فرعبي والله يعني يعني أنا شايف أنه الأمور بسيطة وسهلة ويعني ما في عنا أي مشكلة طيب يلا هذا معادلة تفاضلية الفكرة كان بده الحل الخاص أنه ما أعطيك نقطة فكرة هذا السؤال أنه بدك تحل الشقين كل شق لحال يعني عادة بدك تحكي Y DY DX هذي DX هنا وكامل تساوي تكامل هاي DY تساوي تكامل هذا 10X ناقص X إيه قوة سالب X تربيع كله DX فشو بأعمل؟ كانت الفكرة هذا لحاله وهذا لحاله هذا بسط مشتقت مقامه هذا شو؟ تعويض هايو قوته غير خطية ومشتقته هاي برة بس فباجه أقول له إذن هذا Y يساوي تكامل DY Y اتهى تكامل الثانية سهل ساين أكو ساين والبص مشتقت مقام إلا ثابت بس حسنات شو بأعمل؟ باجه أجلب باجه أجلب بأفرض الـ X تربيع تربيع تساوي U وبحكي أنه DU تساوي DX على عفوا DX تساوي DU على 2X فبصفة عندي تكامل ده ناقص تكامل الـ X E قوة سالب U DU على 2X يعطيك العافية X مع X ايش؟ بتروح صفة عندي Y تساوي التالي شو تكاملها؟ ما هي ساين على كوساين البصد مش تقتل المقام بس بده سالب فبضرب بسالب سالب لن؟ مين؟ المقام كوساين طيب اشتكامل دير بالك هاي الـ 2 1 على 2 هاي تنسهاش اشتكامل E قوة سالب U E قوة سالب U على سالب 1 وفي سالب تصير موجب E قوة سالب U طب اليو مين هي؟ 6 هاي فباجي بحطي الإجابة طبعا هانا تشطب لأنه في سالب انتو ناسين وهانا تشطب إذن أنت مخير بين هاي وبين هاي آه بدي أطلع سي معاي النقطة صفر وصفر أوكي تعالي نطلع سي صفر وصفر عوض هون صفر يساوي كوساين السفر واحد لأن الواحد صفر زائد E قوة صفر واحد في نص زائد سي فتطلع سي كم سالب نص إذن خلص موجب نص ولا سالب نص لأ سالب نص إذن الإجابة الصحيحة هي شو هي فرع سي تمام؟ والله العظيم ولا فكرنا بولا سؤال كله يدينا قاعد روبوت روبوت قاعد بحل يلا يا أخي تعالي نكمل طيب يلا أرباطاش حلينا طلتاش أه أرباطاش تخلنا على فرع المتجهات أهاي تقولي في مول عند تعيين النقطة A صفر سالب واحد واحد في نظام إحداثيات ثلاث الأبعاد طيب فإنها تقع على أي مستوى السلام رجب أتطلع عن النقطة أي النقطة ايه شو إحداثياتها صفر على الإكس وسالب واحد على الواي واحد على الزد مين المستوى اللي فيه صفر إكس إذن لا يوجد مستوى إكس لأنه صفر هي على المستوى واي وعلى المستوى زد إلهم قيم إكس صفر إذن على المستوى مين واي زد الله العظيم غريبين إنتوا يعني هي مش في نظام إكس هي في نظام واي وزد بس اللي مش موجود صفر أوكي بقول لي طيب بقول لي اللي بعده إذا كان عندي نقطتين في الفضاء A و B فعنا A B بدو A A B طول يعني طول مش حاط لي ما قال لي صورة إحداثية ما قال لي فيكتور طول A B بدو طول الفيكتور A B تمام شو بساوي تحت الجذر فرق نقطتين يزن 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 يلا مش فرق طبعا مين من مين عادي لأنه انت عم بتطلع طول سالب خمسة ناقص ناقص واحد سالب أربعة تربية زائد اثنين ناقص خمسة سالب ثلاثة تربية خمسة ناقص ناقص سبعة اطناش تربية فبطلع الإجابة يلا تحت الجذر ستاش زائد تسعة زائد مية وأربعة وأربعين بطلع جذر المية وتسعة وستين اللي هو كم تلتتاش إذن الإجابة كم تلتتاش تمام طيب هذا انتبهوله هذا عقاعدة المثلث معتمل الشكلات التي يمثل كل المنتجات أي منها الآتية يمثل جمع حندسة صحيح للمنتجات هاي باجة أنا شو علمتكم يا جماعة تعالوا أنا شو علمتكم طلابي بتعرف علمتكم قلت له عندك تجمع حندسة عقاعدة المثلث انتبه هاي الفكتور ايه هاي بداية ايه وهاي نهاية ايه صح اه هس عشان اركب بي فوقه لازم يكون نهاية ايه بنطبق عليها بداية بي هاي فعلا بداية بي وهي نهاية بي الآن الشغل الصح الجمع الصح يعني الناتج كيف بيكون بيقول لك من بداية الأول من بداية الأول يعني من بداية ايه لنهاية الثانية هاي نهاية الثانية هاي نهاية الثانية يعني حتى أقول انه C تساوي A زائد B A لازم يكون بداية C هون عند بداية الاول ونهاية هون لكن شو بتلاحظ يعني لازم يكون هيك صح لكن شو بتلاحظ بلاحظ انه معكوس C هيك اها معناته هذا صفه سالب C هذا صفه شو سالب C لانه عن عكس اتجاهه المفروض من هون لهون هو من هون لهون اها طيب وينه دور مش هتلاقي انجل السالب على الجهاز الثاني بتصير C تساوي سالب A سالب B بس هاي كل الفكرة انتبهوا لهاي الامور C تساوي سالب B سالب A هاي قائدت المثلث المفروض يكون هيك بس هو عكس اتجاهه فصار سالب فبس تقلت السالب على الجهاز الثاني طيب معطيني نقطتين في الفضاء بدو متجه الازاحة من النقطة B الى النقطة A انتبه يعني B A من B الى A هو انا بيمن الترتيب انا عم بطلع فيكتور مش قاعد عم بطلع طول طول عادي بس فيكتور لا قال لي من B لا A اذا B ايه طب من A لا B اذا A بيه اها معناته النهائي ناقص الابتدائي متجه موقع النقطة ايه ناقص متجه موقع النقطة بيه دير بالك تلخمه وحط لك الايجابتين عشان انت تلتخم اه يلا هاي ايه يلا ثلاثة ناقص الناقص ثمانية احداش اثنين ناقص واحد واحد سالب سبعة ناقص الناقص تسعة سالب سبعة زائد تسعة اذا احداش واحد اثنين احداش واحد اثنين ايه هاي اللي ايه ايه لو حطيت ايه 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 اه بطلق اربع علامات طيب مسقط عمودي صح اه بتذكر اذا كانت ار معطيك معادلة متجه للمستقيم ال وبي خمس خمس سبعة نقطة غير واقعة عليه اه مسقط عمودي وكانت النقطة افي مسقط النقطة بيه عن المستقيم ال فان بي افي قصده هاي المستقيم ال هم؟ وهي النقطة بيه الخارجية هاي اللي هي خمسة خمسة سبعة اه والنقطة اف مسقط العمود هاي هاي اث تمام؟ هو مين بده؟ بده بي اف بده البعد بين نقطة بيه والمستقيم هاي بده كفيكتور يعني تمام؟ هذا يعني انه او اف متجه موقع النقطة اف ناقص متجه موقع النقطة بيه طب النقطة اف من اين اجيب متجه مقالة؟ ما هي النقطة اف هي مسقط العمود مسقط النقطة بيه اذا هي ايش؟ بدلالة ال بدلالة يعني او اف هون هاي او اف هي نقطة تقع المستقيم فبكتوبها بدلالته صبتلي شكله بس سالب واحد زائد تي في اربعة سالب واحد زائد اربعة تي خمسة زائد تي في صفر يعني خمسة وعندك اثنين زائد تي في خمسة يعني اثنين زائد خمسة تي يا السلام يلا او اف ناقص او بي فبطرح طبيعي جدا باجي بحكيها ويساوي هاي ناقص خمسة سالب واحد زائد اربعة ناقص خمسة فبتصير ايش؟ سالب واحد سالب خمسة سالب ستة زائد اربعة تي فاصلة خمسة ناقص خمسة صفر فاصلة اثنين زائد خمسة تي ناقص سبعة صير سالب خمسة زائد خمسة تي هاي الاجابة اللي هي سالب ستة ايوه في رئيس هي هاي سالب ستة زائد اربعة تي صفر شافينا يا جماعة الخير؟ اسئلة في منتع البساطة طيب بقول لي اذا كان معطيني فيكتور سي ونقطتين في الفضاء ايو بي تمام؟ بقول لي يو يساوي اي بي فانا يودد سي يعني ابدأ جيب يو اول شيء يو هو امين؟ هو اي بي طيب جيب اي بي هو عبارة عن او بي ناقص او اي ويسا يلا اطرح سالب ثلاثة سالب اثنين سالب خمسة صفر ناقص واحد سالب واحد اربعة ناقص اربعة صفر هاي اي بي اللي هو يو و سي جاهز بده يو دوت سي يا رجل اضرب ضرب نقطة يا جدع ادخس خلينا نغمج هذا اللون حاسه مش تمام معكم انا هيك اوكي يلا بدي اضرب سالب خمسة في واحد اطلع سالب خمسة زائد سالب واحد في سالب اثنين اثنين زائد صفر في ستة صفر فبطلع الجواب سالب خمسة زائد اثنين اطلع سالب ثلاث ايه يلا هذا حكينا عنه مئة مرة يو في متجان غير صفريانه بقول لي يودد فيه صفر لما قلنا ناتج الضرب القياسي بين متجان يساو صفر شو يعني بدون ما فكر هي حالة تعامد فان الشكل الانسب للتعمير تعابد للتعبير تعامد الزاوية بينهم هي تسعين درجة لانه ناتج الضرب القياسي صفر لانه كوسين التسعين صفر يا سلام والله استاذ انا مستغرب يعني هاي اسئلة امتحال الوزارة السابق او والله اسئلة اخر دور يلا ندخل على قسم الاحصاء طلع معطيني اكس تتوزع جيومي تيكه لي توزيع الناس يبدو بي اكس تساوي اثنين على القانون بي اكس تساوي اثنين هي عبارة عن الاحتمال ثلاثة على اربعة في واحد ناقص الاحتمال واحد ناقص ثلاثة على اربعة واحد على اربعة قوة الرقم اللي هو الناقص واحد يعني قوة واحد فشو بتطلق لي حتى بداش على حاسب ثلاثة بواحد ثلاثة على ستتاش هاي الاجابة بداش على حاسب خذ لي اضع الباينوميال طلع بقول لي احتمال ظهور ثلاجة فيها ايه في احدى شركات تصنيع الثلاجات يساوي اربعة بالمية هذا شو الاحتمال بي يساوي اربعة بالمية بقول لي اذا اختيرت عينة عشوائية من عشر ثلاجات عندي عشر ثلاجات اذا ان كم عشرة بقول لي فهم احتمال ان تكون ثلاجتان يعني كم ار اثنين معناته هذا طاينوميال اكس تتوزع طاينوميالي ان كم عشرة والاحتمال اربعة بالمية وبدو بيدو بي اكس او ار يعني تساوي اثنين يعطيك العافي ان فوق ار عشرة فوق اثنين في الاحتمال اربعة بالمية قوة اثنين في واحد ناقص الاحتمال يعني ستة وتسعين بالمية قوة عشرة ناقص اثنين قوة ثمانية طلع الجواب عشرة شفت ان سي ار اثنين اه خمسة واربين خمسة واربين ضرب اربعة بالمية تربيع ضرب اه او بوينت تسعة ستة الكل قوة ثمانية فبتطلع الاجابة بالضبط هم تقريبا يعني بتقريبها او بوينت صفر خمسة واحد تسعة يعني خمسة اثنين خمسة واحد تسعة خمسة اثنين اللي هي هاي هاي تمام طيب اذا كان اكس تتوزع جيومتريك اللي بده التوقع اقلب الاحتمال اقلب هذا سؤال والله سؤال اقلب الاحتمال اقلبه بصر ثمانية على خمسة طيب كم ثمانية على خمسة ها واحد فاصل ستة هاي ايه ده ايه ده مبسوط مبسوط يلا هاي توزيع طبيعه وكمان نعطيك القائد التجريبية بس قلتلك لا تأمن واحفظ احفظ هاي اعتبرها مش موجودة نصيحة لي وجه الا لانه مش شرط يعطيك ياه وحرب تمام اذا كان هطل الانطار السنة وفي احدى المدن يتبع توزيع طبيعه وسط الحسابي ميو الف تمام وانحراف المعياري ميتين سيجما فان احتمال ان يكون هطل الانطار بين الثمانمية والالف وميتين يا سلام استغناء القائد التجريب طب الالف وميتين بتذكروا شو قلتلكوا؟ كيف اجت من ميو سيجما؟ هي عبارة عن ميو اللي هو الالف زائد الميتين زائد سيجما والثمانمية كيف اجت؟ هي عبارة عن الالف اللي هي ميو ناقص الميتين السيجما فهو عالم المؤاخذة بده بي اكس محصورة بين مين ومين؟ بين ميو ناقص سيجما وميو زائد سيجما هاي وين هاي؟ هاي ميو ناقص سيجما وهاي ميو زائد سيجما بده هاي المنطقة هاي هاي لون بده هاي طب كم هاي؟ وبدأ سؤال يا استاذ؟ كم هاي؟ بدا سؤال كم هاي؟ 34 و 34 كم الإجابة؟ والله لازم تنبسط انت يعني الأسئلة أوه يا السلامة أبسطة طيب يلا آخر سؤال وهي يمعطيك الجزء اللي بدك تستخدم من جدول توزيع الطبيعي والله إنه مشيوخ يا زلمي إذا مش مغلبينك والله بس حلم إن شاء الله إنجح جيب علمات مش إنجح جيب ميتين بدنا نرفع راسنا فيكو يا عالم ما تخنقونيش إذا كان طلع طلع إكس تتوزع نورمالي ما أعطيكي ميو وسيجما بدأ ما سيجما يعني سيجما تربية هاطلق إنها ميو تربية على أربعة شو يعني؟ يعني سيجما تساوي ميو على اثنين وهيك ما أعطيك ياها بس سؤال حلو هاي بدو قيمة بي إكس أكبر من اثنين ميو طيب طلع علي طلع علي هسه أنا أول إشي يعني ها أستاذ ما يعني أنا مش لا 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 أستاذ أنا متعود لما أجيب من جدوى توزيع طبيعي لازم تكون إيش القيمة معيارية وهاي القيمة اللي معي مش معيارية فبروح بجيبها بقول له بي زد أكبر من يلا القيمة اللي عندي هاي شوه اثنين ميو هاي اثنين ميو بطرح منها الوسط الحسابي هاي بطرح اللي هو ميو مش معي بس بطرح منه على سيجمة قديس سيجمة ميو عثنين خلص يعطيك العافية سيجمة تساوي ميو عثنين عوض ميو عثنين انت مانت شو دخلت طيب طلع شو بصير بي زد أكبر من اثنين ميو ناقص ميو شو الجواب ميو طب هاي مقام المقام بطلع على البسط اثنين وتحت ميو معناته هاي هي عبارة عن بي زد أكبر من مين من اثنين بسه stands قبيه لك يا عاد بي زد اكبرّ من اثنين آه استاذ احنا مصممائ قيم الاذر فهذا يحول لواحد ناقص بي زد أقل من اثنين طيب بي زد أقل من اثنين هاي ومعطيك يا هاي كام أو بوينت تسعة سبعة سبعة اثنين اذا يسع واحد ناقص أو πوينت تسعة سبعة 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 اثنين كما بتطلع 1 ناقص 0.9772 تطلع 0.0228 خلصنا نضع دائرة شايفين يا جماعة الله الموضوع يعني قمة في البساطة الله يقمة في البساطة طيب شوف السؤال الثاني عندي تكاملين ولا أبسط من ذلك طلع 10 علامات ب10 علامة 20 علامة السؤال أول تكامل سي كانت في تان لكل قوة 4 ما هو حيتوزع فتصير تكامل سي كانت قوة 4 X X تان قوة 4 X DX طيب أستاذ قلنا إذا القوة زوجية شو مشتقة التان سي كانت تربيع طب عندي سي كانت قوة 4 عادي سي كانت تربيع سي كانت تربيع والثاني متطابقة فباجي بفرض التان خلص 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 واضحة واضحة بالامتحان ما شرحناه واش أو ما حكينا عنه أتحدى إذا في سؤال بالامتحان ما شرحنا الأصعب منه عشان يك أنا مبسوط إنه إحنا الحمد لله كل متطلبات امتحان يزارة مغطية من زمان عنا الحمد لله مبسوط خلص ويساو ارجع للتكامل سي كانت قوة 4 هي عبارة عن سي كانت تربيع في سي كانت تربيع طيب التان فرضتها يو بس عليها قوة 4 هاي يو قوة 4 ديو على سي كانت تربيع باي 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 صف عندي تكامل السي كانت تربيع كيف ده خلص منه قلنا على السرق محولها متطابقة تان تربيع زايد واحد يعني يو تربيع زايد واحد ما نفرض التان يو في يو قوة 4 دي يو عشق علامات ويساوي تكامل دخلها بتصير يو قوة 6 زائد يو قوة 4 دي يو كامل مش تكامل يو قوة 6 يو قوة 7 7 مش تكامل يو قوة 5 5 ورجع اليولتان فبتصير ايش 1 على 7 تان قوة 7 اكس زائد 1 على 5 تان قوة 5 اكس زائد 7 طلع قديش اخذ منك خطوات طلع قديش اخذ منك في خطوة زيادة هون اللي هو يو انت لا تختصر ايش انا باختصر لانه بشرح لك يعني انت فاهم علي لكن انت لا تختصر ايش وطلع كم اخذ خطوات ما اخذش منك 3 اربع دقائق ماكسيمم 10 علامات طيب قسمنا اللوح عشان يعني ناخذ مساحة في الحل بصراحة خلينا نشوف التكامل الثاني عنا الان التكامل الثاني حبايبي هو عبارة عن طبعا نبين من شكله تكامل اللي هو اكس تربيع ناقص اكس زائد واحد على اكس قوة 4 زائد اكس تربيع دي اكس نبين كثير حدود على كثير حدود اشي مراحة كسور جزئية بس خليني اشيك عندي طبعا البصد ليس مشتقط مقام ودرجة البصد اقل من درجة المقام اصلا واذا بتلاحظ المقام يحلل لكن طلع اي اكس تربيع ناقص اكس زائد واحد على اسحب اكس تربيع عامل مشترك يعني هاي خليني احكي اطول حالة اكس تربيع زائد واحد في اكس تربيع عندي خطي مكرر وعندي ايش تربيع مميز وسالم ما عندي مشكلة هذا كيف بتصير بتصير هيك تكامل اي على اكس دي اكس زائد تكامل بي على اكس تربيع دي اكس زائد تكامل هذا بركب له خطي اللي هو ايش سي اكس زائد دي على اكس تربيع زائد واحد دي اكس اكتب دي اكس طيب كيف بضرب بسيطة الاي شو ناقصك يعني انا عندي اكس عشان اصيل زائد بسط الاصلي بدي اكس بدي اكس تربيع زائد واحد تمام زائد البي خلينا شوي نصغر الخط عساس توسع ها فعل هيك يلا الاي انا بدي اكس وبدي اكس تربيع زائد واحد زائد البي شو عندك عندي اكس تربيع بس بدي اكس تربيع زائد واحد هيا من هون باجي بتطلع على المقام وبتطلع على المقام كل واحدة واشوف شون قصة تصير زي المقام العصلي يعني مثلا هون عندي CX زائد D شو عندك عندي X تربيع زائد واحد بدي X تربيع هاي X تربيع يساوي البسط الأصلي X تربيع ناقص X زائد واحد اوكي الان نبدأ رحلتنا ايش في قيمة صفر فيش غير الصفر استغلها X تساوي صفر اما X صفر هاد بروح هاد بروح بصير عندك B ضرب واحد B يساوي صفر زائد صفر زائد واحد اذا تطلع قيمة B تساوي كم واحد طيب خذ كمان قيمة تجرب X تساوي سالب واحد يلا عندك سالب واحد في اثنين سالب اثنين ايه حلو وهونا اثنين B ها يمحي هاي طيب وهونا سالب سي زائد D في واحد يعني سالب سي زائد D يساوي واحد زائد واحد لانه ناقص وناقص ثلاث يعني طيب خذ X تساوي واحد يرى الآن واحد في اثنين اثنين ايه زائد اثنين B زائد واحد في C زائد D يعني C زائد D يساوي واحد منخص واحد زائد واحد تطلع واحد حلو هلأ تطلعوا هذولا رح يعطوني معادلة لما أجمعهم خليني بدي كمان قيمة لانه عندي اربع مجايل A و B و C و D فبدي كمان قيمة خذ ثنين عندك عوض اربع في واحد خمسة اربع زائد واحد عفين خمسة في اثنين عشرة ايه هاي عشرة ايه زائد اربع زائد وعة خمسة B يعني خمسة في واحد ما فكرة طب ما أنا البي عارفها ليش حاط بي ثنين بي يعني FB واحد يعني ثنين هه ثنين ثنين عوض لي هنا واحد ضرب خمسة خمسة 2 زائد 1 خمسة ضربه تمام 2C زائد D بس تنضرب بأربعة دير بالك فبتصير ثمانية C زائد أربعة D يساوي أربعة ننخصة 2 زائد 1 ثلاثة طيب طالع شو بدي أعمل؟ شايف هذول معادلتين بدي أجمعهم ليه؟ عشان هاي مع هاي تروح وهاي مع هاي تروح 2 زائد 2 أربعة وD زائد D ثنين D يعني أربعة زائد 2D يساوي كم؟ ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة لاحظ الأربعة بأن الأربعة بتروح بصف 2D يساوي صفر ومنه D يساوي صفر هاي طلعت قيمة D طب كويس طلعت قيمة D معناته هاي راحت معناته قيمة D وون وون راحت وون راحت وون راحت فباخذ هاي المعادلة إنجل الخمسة على الجهة الثانية فبتصير 10A زائد ثمانية C يساوي ثلاثة ناقص خمسة سالب اثنين شايف هاي؟ هايها وبمسك واحدة من هذول الثنتين بحلها مع هاي لأن هذول الثنتين شبه بعض يعني ما حيفيدوك الثنتين واحدة خذ باخذ هاي مثلا هاي اثنين A زائد اثنين زائد C دي راحت خلص زائد C تساوي إنجل الثنين على الجهة الثانية بتصير كم سالب واحد إذن عندي هاي معادلة وعندي هاي معادلة بدي أحلهم مع بعض تعال خلينا نروح ثنين A هاي تعالي هون ثنين A زائد كم ثنين A زائد C تساوي سالب واحد وعندي الثانية اللي هي والراية عشرة A زائد ثمانية C تساوي سالب واحد عفكرة بتقدر تقسم هون على اثنين فبتصير خمسة A اقسم على اثنين زائد أربعة C تساوي سالب واحد خمسة A زائد أربعة C خمسة A زائد أربعة C تساوي سالب واحد هاي معادلة يلا حل يا أخوي آخي أستاذ لو أضرب هاي بسالب أربعة شو بصير؟ تصير هيك سالب ثمانية A سالب أربعة C تساوي أربعة وهاي زي ما هي خمسة A زائد أربعة C تساوي سالب واحد يلا اجمع سالب أربعة C زائد أربعة C بتروح سالب ثمانية A زائد خمسة سالب ثلاثة A وأربعة ناقص واحد ثلاثة فبتطلع قيمة A تساوي كم؟ سالب واحد خلص فرطت وB طلعت معي واحد أصلا وD طلعت معي صفر مين ظل؟ أجيب قيمة C ها؟ طب من وين أجيب؟ هاي عندك معادلتين أجيب قيمة C تعال فبصف عندي عوض إيه؟ سالب واحد في الثنين تصير سالب الثنين زائد C تساوي سالب واحد إنقل على الجهة الثانية تطلع C تساوي سالب واحد زائد في الثنين تطلع C تساوي كم؟ واحد إذن ارجع الآن للتكاملات وعوض تكامل A على X يعني سالب واحد على X DX زائد تكامل B طلعت واحد على X تربيع DX زائد تكامل C واحد في X زائد D D صفر على X تربيع زائد واحد DX فبطلع يساوي ش تكامل سالب واحد X سالب لن الـ X ش تكامل واحدة X تربيع سالب واحدة X ما هي X تربيع X خو سالب الثنين تكامل X خو سالب واحدة سالب واحدة X سالب واحدة X وأنا عويل A ش تكامل هاي بضرب باثنين ها ها يخوي اضرب هون باثنين واقسم برا على اثنين فبتصير نص نص لن القيمة المطلقة لX تربيع زائد واحد طبعا ما في داعي هنا لقيمة مطلقة للأمان لأنه مجموع مربعين يعني لكن خلص سالت كاتبها ما بتأثر بس هنا مجموع مربعين دائما موجف فما فيش داعي للقيمة المطلقة يعني هي هاي كانت الفكرة تبعتي طيب يا عصف تمام طيب شوف لي في رعبي بقول لي قال ما مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة الاقترانين G of X يساوي 12 ناقل 6 X تربيع F X أو X تربيع زائد اثنين حيث X أكبر أو تساوي واحد أكبر أو تساوي واحد تعال بقاطع الاقترانين بقول له F X تساوي G X يعني X تربيع زائد اثنين تساوي 12 ناقص 9 على X تربيع تمام طبعا X اجباري يعني أكبر وتساوي واحد عشان فيه عندي مقام فهو تمام المقام متصل أكبر من الصفر وأكبر وتساوي واحد يعني أمورك طيبة تقلقش أوكي كيف دحل هاي المعادلة من أنت تتخوت وضرب كل دقيقة شوي دقيقة هاتهاي هون بتصير X تربيع زائد 9 على X تربيع وهاتهاي هون بصير عندي X تربيع بX تربيع X قوة 4 تمام ناقص 10 X تربيع هيرتبت زائد 9 X تربيع في X تربيع 9 ساوي صفر حل عبارة ثلاثية الحدود ها بدل ما ما هي X قوة 4 X تربيع يعني هون بحط X تربيع وهون X تربيع ناقص ناقص العشرة هي عبارة عن 9 و 1 طبعا يا جماعة الخير X أكبر أو تساوي 1 يعني من هنا هنطلع X تساوي موجة بسالب 3 بس هنوخذ فقط القيمة الموجبة X تساوي 3 لأنه X أكبر أو تساوي 1 هون نفس الإشي X بتطلع موجة بسالب 1 بس هأوخذ X تساوي كم 1 فقط لأنه X أكبر أو تساوي 1 هاي هاي X أكبر أو تساوي 1 فأنا رح أخذ إيش الموجة بالآن بدي أفحص في الفترة عندي من 1 ل 3 مين أكبر أجي بعوض هاي الاقتران F وهاي الاقتران G امسك أي رقم بهاي الفترة عوض خذ 2 2 تربيع 4 زائد 2 6 طيب تمام هنا 6 طب تعالي هون 12 ناقص 9 على 4 9 75 هذا أكبر إذن G أوف X في هاي الفترة أكبر من F الرقم عوضته بهاي الفترة طليع الناتجون أكبر من هون معناته الاقتران هاي في الفترة هاي أكبر منها طيب طب ليه عشان أحدد أخوي من العلوي الأكبر والثاني السفلي شكرا عشان أقول له مين المساحة فصفت الآن المساحة هي عبارة عن تكامل من 1 إلى 3 العلوي G P اللي هو 12 ناقص 9 على X تربيع ناقص السفلي اللي هو X تربيع ناقص 2 دخلة السالب عليهم هاي أسئلة الوزراء شايفين زبط شكله كامل أريا تسع وتكامل من 1 إلى 3 12 ناقص 2 العشرة ناقص X تربيع ناقص 9 على X تربيع دي X يلا فالأريا بتطلع 10 تكاملها 10 X ناقص 1 على 3 X تكيب ناقص 9 على X تكاملها موجب 9 X أفضل خلص وبدأ عوض من 1 إلى 3 فبتطلع المساعة تساوي تعويض العلوي ناقص تعويض السفلي هاي أسئلة الوزراء يلا 13 بعشرة 30 دعوض 3 أول 30 ناقص 3 تكيب 27 ثلاثة 9 زائد 9 3 ثلاث بطلع 24 طيب عوض للواحد 10 ناقص ثلث زائد 9 10 زائد 9 تساطاش ناقص ثلث هاي ثلث تطلع 50 56 عثلاث طيب 24 ناقص 56 عثلاث بتطلع المساحة تساوي 16 عثلاث هاي تمام تمام يا أستاذ موضوع يعني اقتران هاي موضوع بسيط بسيط جدا يلا فيه كمان سؤال على الحجوم هاي ومعادلة تفاضلية يعني الأمور طيبة يلا يا أستاذ تعال قال أثبت طلع كم 12 علامة اللي فوق عشر أثبت أن حجم المجسم النادي من دوران المنطقة المحصورة بين منحنا الاقترانين هاي عند الاقتران الأول F G يساوي اللي هو X ناقص ثلاث لكل تربيع و F يساوي 4 على X الدوران حول مين حول محور X أثبت أنه بساوي الجواب 27 باي على خمسة يعني هاي ما أعطيك الجواب بس أثبت له أنه هيك الجواب بس يعني قاطع طلع طلع تعال بجيب أقول له X ناقص ثلاث لكل تربيع يساوي 4 على X طيب شو أعمل يا لهوي شو تعمل فكت صبت صبت شكلها فك التربيع بصير مربع الأول ناقص 2 بالأول بالثاني زائد مربع الثاني يساوي 4 على X وضرب في X بتصير X تكعيب ناقص 6X تربيع زائد 9X يساوي 4 نقلها ناقص 4 يساوي 0 يلا بالتجريب خنجرب الواحد 1 ناقص 6 سالب 5 زائد 9 ناقص 4 تطلع 0 إذن بالتجريب دحل معادلة طبعا ليه بالتجريب هاي كم من الدرجة الثرية دحلها قسمة تطلع X تساوي كم تطلع X تساوي 1 تمام أنا هاتو بدي أقسم دعم القسمة تركيبية يلا قسمة تركيبية يلا قسمة تركيبية ها تعال هاي X تساوي 1 وهي هون X تكيب X تربيع X قو 1 X قو 0 اللي هو الثابت تمام وها يلا نحط المعاملات شو معامل هاي 1 شو معامل هاي سالب 6 شو معامل هاي 9 شو معامل الحد المطلق سالب 4 يلا هذا منزل زي ما هو 1 أضرب 1 بعد في 1 1 اجمع سالب 5 أضرب سالب 5 اجمع سالب 4 أضرب لا موجب 4 عفوا أضرب 4 اجمع 0 امبسط لازم الباخل 0 طيب إذن بطلع الفنكشن عندك X تربيع سالب 5X زائد 4 إذن صفة عندي الآن كالتالي عندي X ناقص 1 في X تربيع أيوة ناقص 5X أيوة زائد 4 يساوي 0 هاي المعادلة طيب تحن X ناقص 1 عم بطلع لسه الحدود X تربيع صح؟ ناقص 5X زائد 4 ناقص 5X زائد 4 يساوي 0 حلل X ناقص 1 هاي تحلل آه عندي X وعندي X طيب ناقص ناقص 4 و 1 يعني صفة عندي X ناقص 1 لكل تربيع في X ناقص 4 يساوي 0 إذن الأعمدة بتطلع X تساوي 1 مقرر وبطلع عندي X تساوي كم 4 طيب الآن بدي أعمل تست شو التست بيحكي؟ بدأ أخذ رقم بالفترة من 1 لأربعة وأشوف مين أكبر خذ الثنين يا أخي خذ الثنين عوض 2 ناقص 3 سالب 1 تربيع 1 وأربعة ثنين ثنين مين أكبر F أكبر من G F أكبر من G خلص فرطة الآن بجيب أقوله الفوليوم هو عبارة عن باي تكامل من وين لأوين؟ من 1 إلى 4 تربيع الفوقاني لبعيد يعني تربيع الأربعة على إكس ناقص تربيع التحتاني الليقول إكس F الأكس مين F الأكس؟ إكس ناقض ثلاثة تربيع إكس ناقض ثلاثة تربيع تربيع آه دي ربالح مش تطول هاي في تربيع من السؤال وتربيع من عنا ماشي فبتطلع فيه تساوي باي تكامل من 1 إلى 4 هاي بتصير 16 على إكس تربيع ناقص إكس ناقض ثلاثة قوة أربعة دي إكس كامل V تساوي باي فيه شتكامل سالب 16 على إكس حلو ناقص شتكامل إكس ناقض ثلاثة قوة خمسة على خمسة وفيه معامل إكس واحد إنسى وبدأ عوض من 1 إلى 4 هه فبتطلع V تساوي هاي الباي عوض يلا تعويض الأربعة يلا سالب 16 على أربعة سالب أربعة وعندك أربعة ناقص ثلاث واحد 1 قوة خمسة واحد على خمسة إذا ناقص 1 على خمسة هاي تعويضه العلوة ناقص الآن تعويض السفلة صح صح سالب 16 على 1 سالب 16 1 ناقص ثلاث سالب 2 قوة 5 سالب 32 وسالب موجب 32 على 5 تعال خاني جماعة يا لهوي عندك في تساوي باي في عنده ايدك سالب 4 ناقص ناقص 16 سالب 4 زائد 16 يعني 12 تمام وعندك سالب وعدة 5 سالب 32 على 5 سالب صح لأنه السالب بدخل سالب 33 على 5 سالب 33 30 على 5 واحد مقامات قلص في تساوي باي في اطناش كيف ده واحد مقامات اضرب بخمسة ماش ضرب خمسة 60 على خمسة ناقص 33 على خمسة فتطلع الاجابة طبعا 60 ناقص 33 تطلع فعلا 27 27 على خمسة باي وهو المطلوب فكارت كل الفكرة يا طلاب يعني هو بيقول لك اثبت انه تجواب 27 على خمسة طب لو ما تثبت عادي بيقدر يقول لي جد حجم الجسم النات مدوران منطقة المحصولة بين هذا وهذا وحاولها محوريكس قاطعتهم طلعت نقطة الطاقات وطلعت معي واحد والاربع فحصت بالفترة طلع فلبيد يعني الاول حطيت تكامل أولت القانون كاملته عوضت بس ما في ايش غريب طيب السؤال اللي بعده برضه سؤال معادلة تفاضلية وحله بسيط جدا بس ايش قلت لكم تبهوا من هاي بفكرة فكرة سحب العامل المشترك قال ايش وانا مولود مبارح يعني دي واي على دي اكس تساوي طلع 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 قال اكس تربيع ناقص اكس تربيع اي قوة سالب واي ايوة زائد اي قوة سالب واي ايوة ناقص واحد ما نعم يا زمان هاي محروقة صارت خلص دي واي على دي اكس تساوي اسحب اكس تربيع من هون من اول حدين تمام من اول حدين اسحب لي اكس تربيع شو بيظل بيظل واحد ناقص اي قوة سالب واي طيب من هذول شايفهم اسحب لي سالب واحد عامل المشترك ليه عشان يصيروا زي هيك ينقلبوا اي سالب صير واحد ناقص اي قوة سالب واي هيك سحبت سالب واحد بس عشان اقلب ضروري يعني دك تسحب سالب من اول ما بتفرق هي هي طب الان اسحب صير دي واي على دي اكس اسحب الان الواحد ناقص اي قوة سالب واي عامل مشترك شو بيظل بيظلوا ان اكس تربيع ناقص واحد الان افصل العرب عربين كيف يعني العرب عربين يعني دي اكس اي تيجي عند ال اكس تربيع ناقص واحد والواحد ناقص اي قوة واي بتيجي عند ايش الدي واي ولازم الدي اكس والدي واي يظلوا في البسط فبتصير بالضبط هيك دي واي على واحد ناقص اي قوة سالب واي يساوي اكس تربيع ناقص واحد دي اكس ليش هيك عملت؟ فرصة العرب عربين لكي أكامل كيف تكامل هاي؟ أضرب البسط طلع ياب تعملها واحد ناقص واحد على اي قوة واي وبتوحد مقامات ياب تضرب البسط والمقام في اي قوة واي يعني هيك بتصير تكامل واحد على واحد ناقص اي قوة سالب واي بضرب البسط والمقام في اي قوة واي هيك دي واي تساوي تكامل اكس تربيع ناقص واحد دي اكس ايوة شو بيصير؟ تكامل اي قوة واي بواحد اي قوة واي واحد اي قوة واي اي قوة واي ناقص اي قوة سالب واي في اي قوة واي معنا عويل يساوي تكامل X تربيع ناقص 1 DX خلصت تكاملها البسط مش تقت مقام إذن لن القيمة المطلقة للمقام يساوي تكامل X تربيع X تقعي يبعى ثلاث تكامل 1 X واجمع Done بس تش سي هيك معكوفة هاي تمام الفكرة كانت أنه أول إشها هاي بدي أزوم الفكرة كانت هنا بدك تسحب عامل مشترك في ناس ممكن شو تعمل عادي بأخذ الX تربيع ناقص واحد يعني فيه إلى أكثر من طريقة تفكير إنه بتصير الDY ع DX تساوي أخذ أول حد X تربيع مع آخر حد ناقص واحد هيك وهنا سحب الEY عامل مشترك إيه سالب Y ها فبتصير أخذ EY عامل مشترك هاي إيه سالب Y عفوا هنا شو بظل واحد وهنا ناقص X تربيع فنفس الإشي مضطر أنت تسحب سالب منهم اسحب السالب يعني أو إقلب هاي أضرب بسالب أو هاي أضرب بسالب هي هي تمام فيا بتبلل الشيك يا بتبلل الشيك المهم كله رح يعطي نفس الجوار تمام يلا الآن ننتقل للسؤال اللي بعده ننتقل الآن وصلنا عندها والله هذا السؤال لحد الآن يعني شوفوا لما نزل امتحال الوزارة قرأت آخر كلمة يعني خلص عيني ضربت على آخر كلمة ما حلتوش متفاهمين؟ يعني بس خلاص عيني ضربت على آخر كلمة أنه أثبت أنه النقاط PQR على استخدام واحدة أخذ نفس قلت إيش خلاص سؤال من الكتاب شو رسمة و أثبت أنه أستخدام واحدة خلاص الكونسبت كتاب نص حربي هلأ بدأ حلو قدامكم والله العظيم هاي أول مرة بحلو هاي حلفت خلينا نشوف معتمدا الشكل المجاول الذي يظهر فيه المثلث O A B تعالوا نرسمه عشان نتسلب راحتنا يعني على المثلث نفسه هايو في عندي خط هيك تمام وهيك وهيك هاي تمام وبقول لي O هاي O وهاي عندي النقطة P أيوة وهاي عندي النقطة A تمام وهاي عندي النقطة Q شكلها جاي بالنص خلينا نشوف بالله النقطة Q جاي بالنص هلا والنقطة Q تقع على A P لا مش جاي بالنص فيه نسبة A Q A Q P 2 على 3 يعني المفروض هنا تكون هاي Q تمام وهي النقطة P وهي النقطة R تمام شو بقول لي بقول لي إذا كانت النقطة P تقع على O A حيث معطيني نسبة A P أيوة على P O أيوة أيوة تساوي 1 على 4 حلو والنقطة Q تقع على A P حيث A Q أيوة على Q ب 2 على 3 تمام والنقطة R تقع على امتداد O B حيث O B يا لهوي O B أيوة على P R أيوة تساوي كم 5 على 3 كلها نسبة هاي طيب بقول لي وكان O B 5 B O B هاي 5 B 5 B 5 B تمام و P A P A هاي ما لها بقول لي إيه تمام بقول لي أثبت أن P Q R P Q R تقع على استقامة واحدة هاي يا جماعة هاي هاي بس خلينا نأخذ لون ثاني هاي هاي يعني عادة بننزلها هون يا عفو الله مدة هيك ويرجع أرسم ما ليش كمان مرة لون ثاني ما ليش لون ثاني هاي 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 النقطة شايفينها هاي النقطة أثبت أنه P Q R تقع على استقامة واحدة طيب أنا دايماً بحب أبلش من هون بحب أقول كالتالي ها بدي أخذ نقطة مشتركة بدي أحكي أنه P Q لو أثبت أنه P Q تساوي ثابت في P R في P R ثم أسعى لإيجاد P Q وأسعى لإيجاد P R وين P Q هاي P Q بقدر أوجدها بطريقتين بقدر أحكي أنها هي عبارة عن P A يعني باجع جنب بقول P Q هي عبارة ببدأ بالبداية وبنهي بالنهاية وبأخذ تحويلة مين التحويلة؟ هاي P وهي A Q بأخذ أي تحويلة؟ فبحكي P A زائد A Q P A زائد A Q وبقدر أجيبهم P A معي اللي هي A اللي هي A زائد هسا A Q كيف بدي أجيبها؟ ما أنت معا؟ أكي A Q تساوي 2 على 3 كيو بي لا أنت ما تحكي زيك احكي أنت معي أنه A Q على Q B تساوي 2 على 3 صح؟ من هنا تقدر تحكي أنه A Q تساوي وما أحد يمانعني الرأي طالعا شو بدي أعمل؟ هي 2 على 5 من A B كيف صارت هيك؟ أنا بقول لك اشطب الحرف المكرر صف الظلع الطويل A B A B ما أخذ إذا هاي حسطين وهاي ثلاث معناته كله A B ما أخذ الخمس خصص طب كيف ده أجيب A B تقدر تجيب A B إذا جبت هاي تقدر تجيب A B هاي كيف ده أجيبها؟ سهل عن نسبة هاي A P A P تساوي ربع P O والعكس صحيح العكس صحيح بقدر أحكي من هون إنه تعال أعطيني لون ثاني هاي البرتقالي بقدر أحكي من هون إنه إنه A P A P O اضرب تبادلي بتساوي أربعة A P يعني P O تساوي أربعة طب A P معي سالب سالب إيه دير بالك هسا ضربت نبادلي صح؟ ضربت هاي بهاي وهاي بهاي هسا P O تساوي أربعة A P طب A P أنا معي P A معناته هاي سالب أربعة A عكس الاتجاه أنا أصلا بدي O P لو بدي O P شو بتساوي؟ أربعة A معناته كله هذا هذا O P هو أربعة A معناته هذا كله اللي هو O A كم يساوي؟ أربعة A زائد A خمسة A يعطيك ألف آف تفهمت؟ ضربت أبادلي طلع أربعة A P بقى أنا معي P A يعني سالب أربعة ها؟ وانا مولود مبارح قلبته صار O P O P بدل P O يساوي أربعة A معناته أربعة A و A خمسة A هذا طول مين؟ O A الكبير ليش عملتك؟ طلع ليش عملتك؟ عشان أجيب مين؟ A P عسا A P يا جماعة شو بيساوي؟ بلش بA وينهي بي وخذ تحويله خذ O A O O B ويش ساوي؟ ارجع O A خمسة A طب A O سالب خمسة A زائد O B ما هي معاك؟ هاي O وهاي B كم؟ خمسة B هاي خمسة B شايفين؟ أول والله العظيم أول مرة بحله فقاعد بفكر يعني أول مرة بحله ألا بالفيديو هاب فقاعد بفكر لو كأني بحله أورقة وقلم كيف أنا عم بفكر؟ فكر معي تمام؟ هاي طلعت A P معناته A Q طلع خلص A Q يساوي اضرب هذا بكم؟ بثنين ع خمسة فالخمسة هالخمسة مع الخمسات اللي هون بتروح بصفي سالب 2A دخل 2 زائد 2B هاي هاي طلع مين؟ طلع A Q 2 على خمسة ضرب سالب 5A زائد 5B الخمسة مع الخمسة بتروح دخل 2 سالب 2A زائد 2B هاي هاي طلعنا مين؟ طلعنا مين P Q ولا A Q احنا قاعد بدي أجيب منه مين؟ بدي أجيب منه P Q الآن P Q هو عبارة عن A A وينه؟ هاي عرفها هاي A زائد مين؟ اللي طلع هون مين اللي طلع هون؟ اللي هو A Q طب A Q ما أيه إذا ناقص 2A زائد 2B طب اطلع P Q يساوي A ناقص 2A سالب ايه؟ زائد 2B وبارك الله فيما رزق هاي خلصنا مين؟ خلصنا من إيجاب P Q اللي هو هاي هاي done هسه دور مين؟ دور P R يلا بنا نبلش بمين؟ P R تعال P R يساوي ببلش ب P وبنهي ب R زائد ها ارجع وين P؟ هاي P وين R؟ هاي R ها عندك كثير أشياء تقدر تروح تقدر تروح من؟ شوف بدي أخذ O تحويله بدي أروح من P ل O ثم من O ل B أزبط ثم من P إلى R من P ل O هاي من P ل O ثم من O ل B ها ثم من B ل R بس أنت معطيني تحويله هاي أنت معطيني نسبة هاي 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 أنت معطيني هاي بتقولي O B على B R تساوي خمسة أثلاث تعالي بتقولي أنت O B على B R تساوي خمسة أثلاث أنت O B معك O B معك فظل أجيب مين بي أر كيف أجيب بي أر من هون باجي بقولي هذا يعني أنه ال B R إقلب الطرفين وضرب تبادلي تصير بي أر على O B تساوي ثلاثة أخمسة يعني بي أر تساوي ثلاثة أخمسة O B قلبت الطرفين صارت بي أر على O B تساوي ثلاثة أخمسة وضربت جبت الأو بي هون عادي طيب هسا O B كم هاي O B هاي O B كم خمسة B فبي أر تطلع تساوي ثلاثة أخمسة ضرب خمسة بي تطلع كم ثلاثة بي ثلاثة أخمسة ضرب خمسة خمسة مع خمسة تروف ثلاثة بي بي أر معلومة طلعناها O B معلومة و بي أر هي طلعناها إذن بتطلع الآن قيمة P R من هون بقول له P R تساوي P O كم P O سالب أربع هاي سالب أربع تمام زائد O B خمسة بي هاي خمسة بي زائد P R ثلاثة بي هاي ثلاثة بي فبتطلع P R تساوي سالب أربع زائد ثمانية بي يعطيك ألف آفة يعطيك ألف آفة الآن إحنا شو قلنا يا جماعة طبعا هاي بتقدر أنت تزبطها يعني بتقدر تسحب الأربع عام المشترك بتقدر من هنا تسحب الأربع عام المشترك بتصير P R تساوي سحب الأربع عام المشترك شو بيظل بيظل سالب أ زائد 2B ليش عملت هيك هاي بدأ قولك ليش لأنه أنا طلعت باللوح اللي قبله مين P Q طلعت سالب أ زائد 2B P Q طلعت سالب أ زائد 2B يعطيك ألف آفة أليس مين هاي طلع 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 سالب أ زائد 2B مين هاي هي P Q إذن P R يساوي K ثابت اللي هو أربع ضرب هاض مين هاض اللي هو P Q يعطيك ألف آفة بما إنك قدرت تكتب الفيكتور الأول يساوي ثابت ضرب الفيكتور الثاني يعني توازي والتوازي يثبت الاستقامة الواحدة ولهم نقطة مشتركة هي P نقطة مشتركة P مشتركة إذن إنت هيك بتكون أثبتله إنه النقطة P Q R النقطة P و Q و R على استقامة واحدة كانت رحلة جميلة كانت رحلة جميلة نعم نعم يعني بصراحة السؤال طول R لأني أول مرة بحله كنت عم بفكر أنا و إياكم بس سهل نوعا ما كانت الفكرة إني أثبت إنه النقطة P و Q و R على استقامة واحدة استخدمت الفكرة إني أخذ نقطة مشتركة أخذ فيه لازم أكتب P Q تساوي ثابت في مين في P R فكانت الرحلة تبعتي هي أني أوجد P Q أوجدته و P R أوجدته والنسبة بينهم كم أربعة النسبة بين يعني نسبة P Q إلى P R طلعت معنا تساوي كم أربعة توازي ولهم نقطة مشتركة إذن هم على استقامة واحدة يلا السؤال اللي بعده بقول لي إذا كان معطيني معادلتين متجهات لمستقيم وقل لي جد قيمة إيه لك تجعل مستقيمين متقاطئين مستقيمين ما لهم متقاطئين طيب تعال صبت شكل المعادل الأولى هاي صبت شكل المعادل الأولى R1 سالب خمسة زائد ثلاثة T وعندك 2 زائد T في سالب خمسة يعني 2 ناقص خمسة T وعندك 4 زائد T في سالب واحد يعني 4 ناقص T هاي زبط ضبط شكل الثانية واشتغل على التقاطئ ها يلا هاي الثانية 0 زائد U في 12 يعني 12 U وعندك سالب ثمانية زائد U في سالب خمسة يعني سالب ثمانية سالب خمسة U وعندك صاح بسالب واحد زائد U في واحد يعني سالب واحد لا عفوا سالب واحد زائد U في ايه زائد واحد سالب واحد يعني U في ايه زائد واحد ناقص هاي زبطت الان شو بأعمل الان داخل تساوي الاول بالاول والثاني بالثاني وتحل المعادلتين هذول تمام بعدين تساوي هاد بهذا وانت حل المعادلتين هذول وانطلع قيمة T و U طلع قيمة ايه السؤال في منتها البساطة لأنهم متقاطئين فما في خوف انه قل لي متقاطئين مادام قل لي متقاطئين معناته خلاص بطلع قيم T و U تمام يلا فباجي بحكي بسم الله عندي اثناش U تساوي سالب خمسة زائب ثلاثة T وعندي سالب ثمانية سالب خمستاش U تساوي اثنين ناقص خمسة T طيب يلا أخوي على الهبد طيب الآن بدي حلموا عادلتين بس فيش اشي مشترك المشكلة طيب من هنا بقدر أحكي انه T تساوي انجل الخمسة واقسم على ثلاثة بتصير ثلث خمسة زائد اثناش U تمام وبيدي استخدمها وعوضها هون فبتصير كالتالي ها بصير سالب ثمانية سالب خمستاش U تساوي اثنين ناقص خمسة في T يعني خمسة على ثلاثة في خمسة زائد اثناش U حل المعادلة يلا عندك هاتهاي هو بصير سالب ثمانية سالب اثنين سالب عشرة سالب خمستاش U تساوي دخل السالب خمسة على ثلاثة بصير سالب خمسة وعشرين على ثلاثة سالب اثناش على ثلاثة اربعة في خمسة عشرين U طيب السوالب كلها بتنشطب يعني بتقدر تصير عشرة زائد خمستاش U اقسم كل المعادلة أسالي بواحد تساوي خمسة وعشرين على ثلاثة زائد عشرين U طيب جمع الحبايب كيف يعني يعني هات الخمستاش U عند العشرين U وهات هاي هون فبتصفي عشرين U ناقص خمستاش خمسة U تساوي عشرة ناقص خمسة وعشرين آثلاثة هات الآن الحاسبة عشرة ناقص خمسة وعشرين آثلاثة يبتطلع خمسة آثلاثة فمن هنا توجد قيمة U كم خمسة مع الخمسة بتروح تطلع U تساوي كم ثلاثة أي U تساوي ثلاثة يعطيك ألف هاف الآن طلع قيمة T من هنا تطلع قيمة T عوض T في أي وحدة وانت وانت هيا 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 T تساوي واحد ثلاثة طيب اتناعش ثلاث أربعة خمسة زائد أربعة تسعة ثلاث إذا متطلع قيمة T كم ثلاث خلص طلع قيمة A فبتيجي بتقول من الثالثة تساوي الثالثة أربعة ناقص T بقول له أربعة ناقص T تساوي U في A زائد واحد ناقص واحد U في A زائد واحد ناقص واحد الآن قيمة U تساوي ثلاث وقيمة T تساوي ثلاث نعوض يلا أربعة ناقص ثلاث تساوي ثلث A زائد واحد ناقص واحد طيب أربعة ناقص ثلاث واحد إنقل الآيون زائد واحد تصير كم ثلاث يساوي A زائد واحد على ثلاث اضرب تبادلي ستة تساوي A زائد واحد إنقل تطلع قيمة A تساوي خمس ولا فيه إشي ولا فيه إشي يلا اللي بعده سؤال الهرم شوف أسئلت الهرم في الوزارة مريحك مش أنه معطيك كل نقطة زي الكتاب لا معطيك الفيكتور جاء ما تفهم إشي اللي إذا يظهر فيه الهرم معطيك إحداثيات رؤوس لا القاعدة A و B و C D بضعه معطيك الفيكتور زائد E C و E A يعني الزلم مريحك والله إنه إنه يعني شكرا معطيك E A كفيكتور اللي هو سالب سبعة ثنين ثمانية ومعطيك E C تساوي واحد سالب عشرة سالب أربعة أيوة مريحك مريحك وقل لك فاجد A E C مقربا بده الزاوية مجر مجر M يعني مجر الزاوية A E C مقرر أوكي طيب يعني بدي E A وبدي E C زاوي المشتركة معناته باجي بقول له بدي خلق مجاهزين E A و E C بس بدي يقول E A وطول E C تحت الجذر طول E A 49 لو تربيع السالب سبعة تربيع اثنين أربعة تربيع ثمانية أربعة وستين بيطلع جذر المية وخمستاش طول E C تحت الجذر واحد زايد مية زايد ستاش بيطلع ثلاثة جذر الثلاثة طبعا ثلاثة جذر الثلاثة جماعة اللي هو جذر المية وسبعتاش جذر المية وسبعتاش هيك هيك طيب هسا بده الزاوية الزاوية كوساين مين E A دوت E C على طول E A طول E C ويعطيك العافية ويساوي ثيتا تساوي كوساين إن يلا أضرب يلا أضرب سالب سبعة في واحد سالب سبعة هاي سالب سبعة زائد اثنين في سالب عشرة سالب عشرين تمانين في سالب أربعة سالب اثنين وثلاثين تطلع سالب خمسين على طول E A قداش تطلع معنا جذر المية وخمستاش ضرب طول E C حط أي واحدة هاي جذر المية وسبعتاش ها فتطلع الزاوية مقربا ها بس اقسم سالب خمسين على جذر المية وخمستاش ضرب جذر المية وسبعتاش تطلع تأكد أنت سالب سبعة سالب عشرين سالب اثنين وثلاثين سالب خمسين طيب طول الأول تسعة واربين بس دا تأكد من الشغل زائد اربعة زائد اربعة وستين اه انا آسف هاي جذر المية وسبعتاش كمان اه هاي جذر المية وسبعتاش انا غلطان عاكس هاي مش مشكلة جذر المية وسبعتاش بسيطة يعني نفس الاشي هاي جذر المية وسبعتاش اللي هي نفسها ثلاثة جذر الطلاتاش فهاي برضو جذر المية وسبعتاش فتطلع الاجابة shift cosine انا هنا بدل ما حط اللي هو سالب خمسين لنا هذا السعر بتذكر حليته جذر المية وسبعة عشر تربيع فبتطلع الزاوية انا محولها دقية دقيقة كمان مرة اتأكد بقى خلص بدأت تسعة واربيعين زائد اربعة زائد ستين اربعة وستين حلو ثلاثة جذر والثانية تحت الجذر واحد زائد مية زائد ستاش برضو مية وسبعتاش فشفت كوساين سالب سالب خمسين على اللي هو مية وسبعتاش تطلع الزاوية مية وخمستاش فاصلة ثلاث يعني تقريبا مية وخمستاش مية وخمستاش فاصلة اثنين تسعة تسعة يعني مية خمستاش فاصلة ثلاث طباب ثواني بعد اذنكم بس خلني اشوف شو ظل عندي اوكي طيب حاس في اشي اخي غريب اتوقع هنا سالب سبعة ضرب واحد سالب سبعة سالب عشرين سالب اثنين غراثين سالب تسعة وخمسين حلو انا بقولكو في اشي غلط لان انا انا بذكر اني حلو والله انا آسف طلع مية وزاوية مية وعشرين فهي اه فعلا هنا سالب تسعة وخمسين وهيك تمام شفت كو ساين سالب تسعة وخمسين على مية وسبعتاش بتطلع الاجابة مية وعشرين درجة فاصة ثلاثة درجة يعني تقريبا مية وعشرين حكوا علي انا مرة غلطت في ايجاد الطول ومرة غلطت في ايش في اه شو اسمه في الضرب القياس حطهم سالب واحد سالب سبعة حصل خير تمام يلا خلينا الان ننتقل للسؤال اللي بعده طيب اخر سؤالين الاحصاء ما يعني افكار عادية من الكتاب بس اطوال نوعا ما سؤال الاول بي بقولي يتضمن اختبار شهري لمادة اللغة العربية عشر اسئلة جميعا من اختيار من متعدد ولكل منها اربع بدائل واحدة منها الاجابة صحيحة شو يعني؟ يعني الاحتمال واحد من اربع كيف استاذ؟ استاذ قاعد بقول لك كل سؤال له اربع اجابات A B C D واحدة صح معناته احتمالها تكون واحدة صح اللي هو النجاح واحد من اربع تمام بس الاسئلة عشر اسئلة هاي ان؟ اها شيكلوباينوميا خانشو بقول لي اذا اجاب احد الطلب عن هذه الاسئلة عشوائيا بهبد زيكو بالامتعان بهبد وشنس فمحتمال ان تكون اجابة واحدة على الاكثر شي يعني واحدة على الاكثر؟ يعني P X اقل او تسوى احد ناقشناها هاي على الاكثر تمام اوكي بدي اعتبر انه طالب زيكو قاعد نتحان الوزارة بهبد عنده عشر اسئلة ضع دائرة قاعد بشنس خلينا نشوف احتمال انه يجاوب صح ربع صلاة النبي يعني هو من الله تربش ما هبدو ختشوف الاحتمال ما اضعفه وقل لك على الاكثر يجايب واحدة بس يا السلامة يعني PX اقل او تساوي واحد طبعا طبعا يعني هنا بقدر اقول له انه X تتوزع باينوميالي بعدد N عشرة والاحتمال ربع يلا جاوب يا خيتي PX اقل او تساوي واحد يا بتقدر تقول له PX اقل او تساوي واحد يعني PX تساوي الواحد والصفر صح؟ لانه هذا باينوميال او واحد ناقص PX اكبر من واحد الثنين والثلاث والأربعة والخمسة الستة ساعة والتساعة عشرة دك تحل زيك بتخلص مقرأ وحلق غلط لا حل هيك PX ساوي صفر خلص ويساوي يلا عشرة فوق الصفر في الاحتمال ربع قوة صفر في واحد ناقص الاحتمال ثلاثة على أربعة قوة عشرة يا السلام زائد الثانية عشرة فوق الواحد في الاحتمال واحد على أربعة قوة واحد صح؟ بالفشل ثلاثة على أربعة قوة السحر يا السلام قويسا الأمور طيبة عشرة فوق الصفر عشرة NCR عشرة NCR الصفر واحد ربع قوة صفر واحد ظل ثلاثة على أربعة قوة عشرة ثلاثة على أربعة قوة عشرة زائد عشرة NCR الواحد عشرة تطلع عشرة على ضرب واحد على أربعين عشرة على أربعة في ثلاثة على أربعة قوة تسعة يسعى يطلع بسم الله عندك ثلاثة على أربعة قوة عشرة زائد عندك عشرة على أربعة في ثلاثة على أربعة قوة تسعة تطلع ياباي الاحتمال كثير ضعيف بطلع الاحتمال او بوينت اثنين اربعة اربعة صفر اثنين خمسة يعني بتقدر تقربه ل او بوينت اثنين اربعة اربعة تمام؟ سؤال بسيط ومباشر طبعا فيه نفسه نفسه بالكتاب نفسه فيه سؤال بالكتاب على الباينوميا الأصلا اللي هو سؤال اختيار من متعدد على اختبار نفسه بس انا عربي يعني مع اساس ايش فرقت يعني يلا اخر سؤال حكيانا عنه والله حكيانا عنه وحلينا بجوز خمس اسئلة عليه اللي هو يجهل يعطيني احتمال ويجهل طبعا مريحة كيما يعطيك جزء من الجدول اللي راح تحتاجه مش راح تلفه الدور زي الجداول مراقب ضبط الجودة في احد المصانع ياخذ عينات عشو ايها بصورة متكارة تحديد كتل قطع البسكويت المنتج في هذا المصنع وقد وجد ان هذه الكتل تتبع توزيع طبيعي حلو مجهل ميو مجهل سيجما معطيك نسب بقولك 68% من عينات الكتل تظهر ان الكتلة تزيد على 55 جرام اذا دقيقة اذا قصدق انو بي تلفوني ليه بيرن هلا مش وقته اوكي يب طلع وقل لي نسبة 6.68 يعني 6 يعني 0.6 6.8 تزيد اكثر من 55 اكبر من 55 هاي اول معطى ثاني معطى 2.74 نانية تظهر ان الكتلة تقل عن 50 يعني بي اكس اقل من 50 كم نسبتهم اللي هو الاحتمال 0.0 274 تدير بالك دك تحوله دك تقسم عمية تمام صح اه هنا كمان 6.6 ما للتخمات 6.68 تقسيم 100 اه صح انا غلطان 0.0 6 6.8 وهنا 0.0 اثنين سبعة 4 جدل وسط الحسابي ولا انحراف المعياري وهي الاشياء اللي راح تستخدمها مريحك لا بده امطع جدول ولا ايش ها يلا ببلش احول لقيم معيارية تعالى الاولى باجه بحول بي زد اكبر من زد سموت تساوي 0.0 6 6.8 نعمل التستة بعنا يا طلابي من الذاكرين طلابي فاهم عليك اكبر مع رقم اصغر من نص اكبر مع رقم ايش اصغر من نص شو يعني؟ يعني قيمة زد سالبة اذا بتصير بي زد اكبر من سالب زد دير بالك يساوي بي لا اكبر مع اصغر لا تطابق موجب ما لي هاي مو بس تليفون قد مرن ما بحبيك ما بحبيك دي اغلقه الشكل انا اسف تخالف بي زد اكبر من زد مع رقم اصغر من نص اه زد موجب تخالف اذا بي زد اكبر من زد تصير بي زد اقل من زد تساوي واحد ناقص هذا واحد ناقص واحد ناقص او بوينت او ستة ستة ثمانية تطلع او بوينت فيش مجال هون او بوينت تسعة ثلاث ثلاث ثمان بجيب القيمة التي تقابل هذا الاحتمال زد تساوي وينه؟ ايوه تسعة ثلاث 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 ثماناي تطلع واحد ومص هيه من الجدول خلص عالسريع شو بعمل؟ باستخدم القانون باقول له الواحد ونص تساوي x كم x 55 ناقص ميو على سجما فبشكل معادلة 55 ناقص ميو تساوي واحد ونص سجما وهي المعادلة الاولى هاي خلصنا الاولى باجي بابلش بالثانية يلا الثانية P x اقل من 50 حول P z اقل من z كم النسبة 0.0 0274 0274 طيب يلا نقارن عندي اصغر مع رقم اصغر من نص اه تطابق اذا زد كم زد سالبة اذا باقول له P z اقل من سالب زد تساوي 0.0274 0.0274 عالسريق P z اقل من سالب لا يجوز بتصير واحد ناقص P z اقل من موجب يعني P z اقل من موجب زد تساوي واحد ناقص الرقم هذا يعني واحد ناقص 0.0274 فبتطلع 0.9726 فبتطلع قيمة زد وهي قيمة سالبة كم؟ 9726 هاي بتطلع واحد فاصلة تسعة اثنين اذا واحد فاصلة تسعة اثنين خلص بقول له الان هاي سالب واحد فاصلة تسعة اثنين تساوي عند اي ذاك اكس كم كانت؟ خمسين ناقص ميو على سيجما هاي كمان معادلة اضرب تطلع خمسين ناقص ميو تساوي سالب واحد فاصلة تسعة اثنين سيجما ارجع گلى المعادلة اللي قبل جيب هك خمس وخمسين ناقص ميو هاي أضربها بسالب تصير سالب خمس وخمسين زائد ميو ضربت هاي بسالب هاي عشان اجمع سالب واحد ونص سيجما هاي سالب واحد ونص سيجما شو بدعمل؟ بيه اجمع المعادلتين عشان هاي مع هي تروح سالب 5 يساوي عندك سالب 1.9 سالب 1.5 فتطلع سالب 3.42 سجمة همن هنا تطلع معي قيمة سجمة اقسم الطرفين على شو سالب 5 على سالب 3.42 تطلع سجمة تساوي بالضبط 1 1 1.462 4.62 تمام عسرين بجيب ميو من وين أجيب ميو من أي معادلة هاي أو هاي أول فيها 50 ناقص ميو تساوي ها تصير ميو تساوي 50 زائد 1.92 ضرب سجمة اللي هي 1.462 تطلع ميو تساوي 52.8 تقريبا 0.7 8 خلص هاي إذن تطلع سجمة كم ضا إلى الفيديو هاي احنا خلصنا تطلع سجمة اللي هي 52.807 عفوا ني ميو وسجمة 1.462 إذن الفكرة هاي برضو عادية عارفينها إنه جهل اثنيا بس علما احتمالين هاي الاحتمال الأول والاحتمال الثاني لإيجاد مين لإيجاد قيم ميو وسجمة تمام هاي خلصنا حبايبي أتمنى إنه تكونوا يعني الامتحان والله للأمان للأمان الامتحان هو امتحان مباشر طويل آه أكيد هذا امتحان وزاري بالنهاية يبدو يختبر طالب إلو بدروس سنة سنة ونص فأكيد دو يكون امتحان طويل متعب مرهق فكريا وجسديا لكن ما فيه إشي خارج عن المألوف هيكو شفته ضع دائرة كنا نحلم بدون ما نفكر الأسئلة المقالية كلها أخذنا زيها كلها كلها من الكتاب هذا أخذنا زيه بلاوي كسر جزئية مساحات حجوم معادلة تفاضلية متجهات كله كله والله العظيم الحمد لله أنا مبسوط جدا من أدائي وأداء طلابي اللي أخذوا معاي لأنه كلهم هم بيعرفوا أنه هذا الكلام كله مشروح بالمادة ومحلول عليه أسئلة كثيرة جدا أتمنى تكونوا استفدتوا وأعذروني على أي شيء سقطوا سهوا لكن والله من كمية التعب لأنه بصور علمي وصناعي وضغط وتأسيس للجيل اللي بعثكم فأعذروني على على أي شيء بسقط مني سهوا أثناء الشرح والله بكون وعد بس من التعب أنا فخور فيكم بأتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم بشوفكم في مشاريع قادمة إن شاء الله الله يوفقكم ونجحكم سلام عليكم ورحمة الله